هاي زيكوا حلوين عاملين النهاردة ان شاء الله تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض اللوبيا على الطريقة المصرية طعمها جميل جدا قبل هنبدأ بس في الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان مش فوتكوش اي فيديو انزل الفترة اللي جاية ودلوقت جلا بينا نبدأ على طول في الوصفة اول حاجة هنجيب باللوبيا هننقعها من 4-5 ساعات عملية النقا دي مفيدة جدا جدا لان هي بتتخلص من المواد اللي بتسبب انتفاح في البطن بعد اكل البقليات كمان بتساعد في ان اللوبيا او البقليات تستوي بسرعة مش بتاخد وقت معايا او تاخد تطول مثلا في التسوية او كده هبدأ بقى بعد ما انا قعناها هنسلقها كده بالشكل دود هنجيب ميا هتغلي هنحط فيها اللوبيا هتغلي لمدة حوالي 4 ساعات غاية ما نشوفها كده بدأت خلاص هي بتستوي هنصفيها وهنشيلها على جنب هتكمل سويها ان شاء الله في الصلصة هنبدأ بقى نعمل الصلصة دلوقتي هنجيب معايا من السمنة كبيرة وبصلاية متقطعة هنحمر البصلاية مع السمنة مش هتاخد لون تبقى بني لأ هي مجرد بس هتاخد لون دهبي خفيف كده زي ده كده وهضيف التوم عليها برضه التوم مش هيتحمر كتير يجوبك هي تلاتين ثانية إلى دقيقة بكتير وبعدين هحط عليهم الصلصة تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان ما يفتكوش اي فيديو ينزي الفترة اللي جاية ودلوقتي كده خلاص البصل تمام وصل لللون اللي انا عايزاه هبدأ بقى انزل عليه الصلصة هنجيب حوالي 7 طماطميات وهي هنعصرهم في الخلاط ما اضافت ربع كوبية من المية عشان ما تبقاش المية او العصير دوت يكون مخفف خالص لأ انا عايزاه مركز بحيث ان هو يتسبك معي على طول كمان دي انا لسه هضيف شربة الفراخ او اللحمة اللي احنا هنحطها فمش محتاج ان انا اكون عندي الصلصة خفيفة فهنبدأ نضيف الصلصة ده كده عصير الطماطم هضيف عليه معلقتين من الصلصة كانت صلصة انا مسبكيها برضو مجاهزيها هضيف منها شوية هي مركزة ولو عندك اي نوع صلصة تاني ممكن تستخدميها وهضيف بعد كده الشربة حوالي اربع كوبايات شربة انا استخدمت هنا شربة الفراخ لو انت حابها تستخدمي شربة اللحمة هتحطي برضو اللحمة معاها بحيث ان اللحمة واللوبيا يكملوا سواهم مع بعض والصلصة هتتسبك وهي اللحمة هتاخد من طعم الصلصة بتاعت اللوبيا الجميلة وهي هدلوقتي هضيف كمان اللوبيا البهورات اللي انا هستخدمها هستخدم يعني رشة فلفل اسود كده خفيفة خالص معلقة صغيرة من الكزبر بس وهنقلب كده بعد نسيبها لغاية لما تتسبك خالص ممكن نتأكد ان هي استاوت نحن اخد واحدة نفتحها كده نلاقيها طريقة من جوه واللاشرة كمان بتتقطع على طول فخلاص كده هي تبقى استاوت هنزبط الملح بتاعها اللي كنت مصادمة هنا ربع كيلو وحطيت حوالي معلقتين ملح وهي كان طعمها جميل جدا ننسوش لو اعجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشيروه مع اصحابكم واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله باي باي